اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض العنصر التاني وهو المنهج نفسه اللي هو هلو المنهج بينقاسم الى جزئين الجزء الاولاني اللي هو الفوكابلري الجزء التاني اللي هو الجرامر احنا عارفين ان بيجي عليهم 30 سؤال 15 على الفوكابلري و15 تانيين على الجرامر اجزاء الجرامر هنشوفها كده مع بعض العنوانها وان شاء الله في حلقة قادمة هنتكلم عنها بالتفصيل الاجزاء المكررة عندنا في عندنا kinds of future relative close disruptives so such to enough active and passive causative direct and indirect gerant or to infinitive واخيرا الموضل verbs دي العناصر الاساسية بالاضافة طبعا للازمينة المهمة جدا وهنتكلم عنها مرة تانين شاء نشوف كده مع بعض بعض الاسئلة number one not many people have read my cousin's book because she couldn't find a space library b publisher c bookshop d bookseller مهم جدا يا ابنائي وإحنا بنحل نحاول ندور على key answer مفتاح الإجابة هتلاحظوا في المراجعة دي ان شاء الله أنا هتطلقوا خطوط تحت key answer أو الكلمات اللي ممكن تساعدنا في الإجابة وده اللي انتم مطالبين به ان شاء الله أثناء الامتحان نحاول نحنا ندور على الجزء المؤشر للإجابة عشان تبقى يجبتنا أكيدا طبعا الإجابة عندي هنا هتكون تمام برافو يبقى publisher هنعرفين ان كلمة publish نفسها اللي بتيجي بمعنى ينشر و publisher اللي هو النشر نشوف كده مع بعض question تاني i predict أنا عندي كلمة predict هنا المؤشر that in the future mobile phone space much smaller a where b are going to be c r d will be لما يكون عندي prediction في تنبؤ مالقوش دليل يبقى الإجابة الصحيحة تمام برافو عليكو يبقى will be السؤال لبعده i have just read a newspaper article space the life of a famous woman is described in details a in that b on which c in where d in which اللي جابة الصحيحة تمام in which في نقطة مهمة جدا احنا عارفين ان دايما لما بيكون في which حرف الجر احنا متعودين ان يكون after the verb or at the end of the sentence لكن هنا في عندي جزء جديد عندنا السنة دي ان يجوز وضع حرف الجر before the relative pronoun طيب عندنا مشكلة وجدت في الامتحان قال لي in which on which at which طب انا هختار بناءة عن ايه في الحالة دي يتم ترجمة حرفية لحرف الجر عشان اقدر انجح ان انا اختار الحرف الجر المناسب السؤال التالي early black and white photos show people in space clothes a old fashioned b fashionable c stylish d artistic لقابة صحيحة تمام برافو يبقى old fashioned انا عند المؤشر هنا اللي هو early black and white clothes او photos سؤال التالي will you space me a favor and process this letter for me اللي بيجي معها كذا favor اعمل لي خدمة هل a make me a favor ولا b do me a favor او c present me a favor or offer me a favor طبعا الاجابة الصحيحة بنقول اعمل لي خدمة يعني do me a favor بالنسبة لدو و make بيجي معها مجموعة من الاسماء كل منهم طيب احنا ما عندناش وقت دلوقت الحفظة ايه الحل نعلمها كده ان ميك بيجي معه يصنع شيء جديد و do يؤدي عمل زي do exercise do homework do housework اوكي نشوف السؤال التالي what space at midday yesterday a are you doing b where you doing c you were doing d have you done ايه الاجابة الصحيحة بقول at midday yesterday يبقى حاجة كانت مستمرة في الماضي في مدة معينة او بين مدتين يبقى الاجابة bravo where you dying وطبعا زي ما احنا قولنا ان شاء الله في حلقة القادمة هنتكلم مع بعض على tenses and details بالتفصيل سؤال التالي دكتور محمد set up a or n space to help people in 1980 يبقى لما نيجي نساعد الناس بننشي ايه او بنمنشي ايه a association b promotion c delegation d system الاجابة الصحيحة تمام bravo يبقى association سؤال التالي did you space write problems when you were young هناخد a use to be used to c used d get used to اللي جابة الصحيحة bravo يبقى did you use to كلنا عارفين انه used to بنستخدمها لما يكون في عندي اعتيات في الماضي وتوقف يعني بقول i used to play in the street when i was young طب لما اجي حولها السؤال يبقى did you use to play in the street when you were young طيب لما اجي انفي no no i didn't use to play in the street when i was young نخلي بانا في فرق ما بين used to لما بيجي معها الانفينتف وفي تركيب تاني اللي هو be used to بيجي معها الجيرانت او الverb ing الشكل الاخير اللي بنكلم عنه ده بنستخدمه لما يكون في عندي اعتيات في الماضي ومازال قائم حتى الوقت الحالي يعني لو انا قلت مثلا i am used to getting up early يبقى ده اعتيات ماضي ومازال قائم حتى الان لكن زي ما قلنا لما نجي نقارنها i used to get up early يبقى ده كان اعتيات وتوقف اوكي نشوف السؤال التالي before space for london he had paid off his debt هناخد leaving be left c had left d leave الاجابة الصحيحة تمام يبقى before leaving هنا before بيجي وراها جيرانت على طول حد يقول لي طيب احنا متعودين ان before بيجي وراها بس simple مظبوط بس لما يكون في subject يعني لو انا قلت ان هو before he left لكن ما فيش شيء يبقى في الحالة دي يقول ليه before leaving اوكي اوكي عندنا كلمة effect طبعا بيجي بتيجي كانون she has an effect on us مثلا بيجي معا بروبوزيشن on وافكت اللي بتيجي كverb affects us سؤال التالي space seeing the accident and the motorist drove more carefully عندي الاختيار on b without c despite d over نخلي بانا عندي نهوة seeing يعني فيه جيرانت يبقى في الحالة دي هناخد معايا الاجابة مظبوط يبقى on seeing في نقطة مهمة جدا لما نيجي نختار الconjunction او اداة الربط اللي موجودة نراعي ان اي اداة بتنتهي بي proposition على طول بيجي وراها اما النون ياما الجيرانت اوكي سؤال التالي تمير space a lot of health problem since he started living in that polluted city يبقى ناخد الاجابة a had b is having c will have d has had ايه الاجابة الصحيحة نبص هنا للمؤشر يا شباب انا عندي sense يبقى الاجابة الصحيحة تكون ايه تمام برافو تبقى has had احنا عندنا قاعدة sense بتقول ان sense الفعل اللي بيجي وراها على طول ثابت بس سابل الفعل الاخر سواء جيه قبلها او after the first verb يبقى في الحالة دي بيجيني present birth وطبع ممكن present birth continuous ونتكلم في الموضوع ده في جوز الازمين ان شاء الله السؤال التالي we are space that our team will win the next match a doubt b assure c confident d confidence يبقى الاجابة الصحيحة we are في عندي verb to be هنا يبقى we are confident تمام لان هنا تعتبر adjective نعرفين ان الاجابة بتيجي اما after verb to be اما before the noun طيب الفرق ما بين confident و confidence confident دي تعتبر adjective لكن confidence اللي هو الثقة نفسها تعتبر noun سؤال التالي when she was a child she was good at space writing and playing في عندي هنا a each b both c all d neither يبقى عندي نون خلي بنا في writing and playing في حكتين يبقى ناخد معاها ايه تمام يبقى ناخد معاها both سؤال التالي it is very hot in the house i space on the air conditioner a i am turning b turn c will turn d i am going to turn بناخد ايه لما يكون في عندي قرار سريع تمام يبقى هاخد معاها will turn سؤال التالي they couldn't go swimming because they space their swimsuit a forgot b have forgotten c had forgotten d will forget الاجابة الصحيحة تمام bravo يبقى had forgotten نتعود ايش ايش if we have two verbs in the past the oldest we should put it in the past perfect لما يكون عندنا فعلين في الماضي الاقدم فيهم في الحدوث بناخدوا past perfect فهنا لو وزننا الجملة couldn't go swimming ده فعل في الماضي ما يدرويش يعوموا وما يدرويش يذهبوا ليه السباح طيب ليه because لانه هما نسيوا swimsuits يبقى اذا ايه الحدث اللي تم الاول نسيوا الاول وبالتالي ما يدرويش انه هما يعوموا يبقى نسيوا الاول دي نقود فيه past perfect تبقى had forgotten اكي سؤال التالي it is space big car that all the family can travel in it a saw b such c enough d such a الاجابة الصحيحة تمام برافو يبقى ناخد معها such a ايه الفرق ما بين so z و such z so z بيجي بينهم الصفة فقط اوكي لكن such z بيجي بينهم الصفة مسبوقة ب a او an و مدبوعة بالنون يبقى اذا مع such z لازم يكون محاطة بحكتين الارتكل a او an في حالة لما يكون النون ده singler وبيجي النون بعدي ونخلي بنا انا هنا بيقول ايه such a big car z ادي 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 كلمة بيج مسبوقة ب a ومدبوعة بالنون اللي هو car اوكي نيس سؤال التالي the palace is very space it has more than 30 rooms a impressed b impressive c improved d industrial الاجابة الصحيحة هتكون تمام تبقى impressive في نقطة مهمة جدا يا شباب انا كلنا عارفين ان الاجكتيف المضاف اليها ed بتيجي مع الاشخاص والاجكتيف المضاف اليها ing بتيجي مع الاشياء طبعا مع بعض الاستثناءات زي اللي موجودة عندي نهوة البلس يعتبر impressive اوكي السؤال التالي how often do you get space at the dentist clinic a your teeth check b your teeth to check c your teeth checked d checked your teeth اللي تبع قاعدة الcozative تمام يبقى الاجابة الصحيحة your teeth checked الcozative عبارة عن verb to have ده الشكل بتاعه verb to have بيجي بعدين الobject وبعدين الباست participle زي ما احنا تعودين have your teeth checked يعني بتخلي سنانك تفحص زي مثلا ما قولك you should have your hair cut يجب انك تقص شعرك مش انت اللي هتقص اللي هتوظف شخص اخر يقص الشعر بالنيابة عنك او لك السؤال السؤال التالي the tourist space walking until they had reached the top of the mountain نخلي بلى عندي نهوت كلمة until باكد تاني في كل جملة في multiple choice بالذات بندور على مفتاح الاجابة ونبتدي نتعامل على هذا الاسس ولو فرد ما قدرناش نحاول نلجأ للطريقة التانية وهي استبعاد الاجابة للخاطئة ونحصرها في الاختيار الصحيح يبقى انا عندي هنا until هيخد a didn't stop b stopped c haven't stopped d won't stop ايه اللي بيجي قبل until تمام يبقى بيجي قبل until didn't stop بيجي الفعل في الباص simple negative السؤال التالي عادل hasn't contacted me since he كيرو هنلسا لين دلوقتي قاعدة since يبقى ناخد a can leave b leaves c leaving d left الاجابة الصحيحة هتكون تمام برافو بتبقى left لان since بيجي بقى اكد تاني بعدها باص simple وابليها present perfect أو present perfect continuous سؤال الامتحان لو جاب left card since لو جاب الفعل الاول هيسأل على التاني ولو جاب التاني هيسأل على الاول اللي عملها سيهلة جدا سؤال التالي هل تبقى افن سبيس ميزيك فرم فرم كاللي بنى من دي دا انترنت يبقى ناخد معها ا لود ب تيك سي داونلود د ابلود اللي بيجي معها فرم تمام برافو عليكم يبقى ناخد معي ايه داونلود فرم يبقى عندي داونلود فرم ولكن بناخد اب اتو او اب ام سؤال التالي ستودين كان ريد مليون بوكس ان دا ايجيبشيان سبيس بنك بنسمي ايه بنك المعرفة المصري ا اج ب نالج ب سي نالج د نون تمام برافو يبقى بنسميه ايجيبشيان نالج بنك بنك المعرفة المصري هنا في نقطة معلش هتطرق لجزء الترجمة اللي احنا تكلمنا عنه في حلقة سابقة لما يكون في عندي اسم ومجموعة صفات زي ما احنا شوفنا الوقت ايجيبشيان نالج بنك لما نجي نترجمها هي جات 1 2 3 نترجم 3 2 1 عشان ما نلغبطش نفسينا يعني هنا بيقول ايجيبشيان في الاول وبعد النولج وبعد البنك نجي نترجم ايه بنك المعرفة المصري بالعكس اوكي معفو السؤال التالي أنا بيقول ايجيبه هنا عندي بلورال والفرب بتاعها كمان هاذ بلورال اكي زي ما انا نستبعد الاخطاء ونحصر في الصح ايه اللي هيجي معا هنا بلورال تمام يبقى all employees have اوكي ناس السؤال التاني the computer in the library doesn't work so they are going to space it a reduce b replace c download d upload يبقى ناخد معاها ايه تمام يبقى ناخد معاها replace سؤال التالي my parents always space it when i work hard at school a associate b mediate c appreciate d deviate لجابة صحيحة بعملوا ايه لما بعمل بجد يبقى appreciate لو النون بتاع appreciation اوكي سؤال التالي i work i work space hours that i didn't have any time to myself a too long b so long c such long d such long يبقى عندي هنا في حاجة negative ترتبط عليه اللي هي i didn't have any time to myself يبقى ناخد معاها ايه تمام يبقى such long طيب هنا نرجع تاني لقعدة so that such that حد هيجي يقول طب احنا قلنا ان so that اتفقنا بيجي النون بينها مصبوخ بإيه أو an ومدبوع بالنون تمام كده انا عندي هنا such long على طول لماذا أخدتش a أو an لأن انا عندي هنا زي ما احنا شايفين كلمة hours plural فما ينفعش أخذ معاها a اللي هي رقم c ينفعش أقول such a long hours ده خطأ كبير لأن a هنا لو كانت such a long لو حاجة هنا singular okay hour مثلا okay yes سؤال التالي I took a great photo of the pyramids and I am space it onto a website a حناخد معاها shouldering b carrying d c uploading d downloading إلا هي يجي معاها onto لسه كن إلا من شوية تمام يبقى ناخد معاها uploading يبقى upload بيجي معاها onto auto لكن download بيجي معاها from okay yes سؤال التالي have you space tried English food هناخد a ever b never c yet d before يبقى هنا have بيجي معاها ايه في question يبقى have you ever bravo وزي ما قلنا هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل في جزء الازمينة على النقطة دي وإحنا عارفين ان ever بتيجي في السؤال و never بتيجي في enough السؤال التالي are there any tickets space for the tennis match this evening a attracted b available c based d belonging الاجابة الصحيحة تمام يبقى اخذ معاها available متاح او ممكن و good سؤال التالي let's eat dinner when john space here a gets b will get c will have get d get الاجابة الصحيحة هناخذ معاها تمام يبقى ناخذ كلمة gets انا عندي هنا when بتعتبر time conjunction قاعدة time conjunction دي بتقول لي ايه تقول ان ايه هي الاول time conjunction اللي هي when after before until as soon as we if كل دي اسمها time conjunction قاعدة بتاعيتها بتقول لي ان الفعل اللي بيجي قبلها بيكون في future الفيرب اللي بيجي بعدها مباشرة اما بيكون في البرزنت سيمبل زي ما احنا شايفين دلوقتي كلمة gets او في البرزنت بيرفكت يعني كما ممكن يقول لي هاس جت اوكي وطبعا اه لو جاب الفعل الاول بيسأل على الفعل التاني ولو جاب الفعل التاني بيسأل على الفعل الاول في حد هيسأل سؤال طب انا هاعرف من فين الان وين دي او مكانها افطر بفور وطيل وطيل وحاجات دي كلها هل هي تابعة time conjunction وامتى تبقى تابعة القواعد بتاعت الازمنة بتاعيتها زي البست بيرفكت اللي افطر وبفور الجابة بسيطة جدا عندنا هنا زي ما احنا شايفين وقلنا دلوقتي من شوية time conjunction بيجي قبله في ويتشار سيمبل وبيجي بعده بريزنت سيمبل او بريزنت بيرفكت زمنين مختلفين تماما عن اللي بيجو مع قاعدة او زمن البست بيرفكت اللي هو افطر وبفور اللي بيجي قبليه بصص افطر بيجي قبليه بصص سيمبل وبيجي بعده بصص بيرفكت عكس بفور يعني الزمنين هنا مختلفين عن الزمنين هنا سؤال التالي I am not space about your latest idea it seems boring يبا ناخد هنا A efficient B enthusiastic C excellent D keen الاجابة الصحيحة برافو شباب يبا ناخد معاها enthusiastic سؤال التالي by the time my brother is 30 he space a successful life يبا ناخد الاجابة A is becoming B becomes C will have become D has become اجابة صحيحة تكون تمام يبا ناخد معاها will have become ما ننساش ان زمن الفيوتشر بيرفكت بيهتم بنهاية الحدث احنا عارفين في فرق ما بين نهاية الحدث وبدايته يعني لو انا قلت هنا I will study at 10 30 يبقى هتيجي 10 30 ابدأ اذاكر لكن لو انا قلت في الفيوتشر بيرفكت I will have studied by 10 30 يبقى على عشرة ونص اكون خلصت ok yes صور التالي I missed the plane and the next space flight doesn't leave until tomorrow A comfort B unavailable C available D availability يبقى ناخد معاها تمام يبقى available the next available flight solitany I can't buy anything on the internet because the computer is A line B out of line C online D offline I can't I can't because the computer is offline so the mechanic space repairing your car by the end of the week A A will finish B will have finished C will be finishing D is finishing Lese in the case 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 will have finished will have finished يبقى بأكد تاني يا شباب لما اجي اهتم بنهاية الحدث في المستقبل يبقى باخد معاها future perfect will have بلاس باست بارتس 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 يستردي ماي براثر اند اي بلايد الون جيم مفتنس سبيس ميد مي فيري تاير اي ويتش بي وات سي وير دي وين اجابة الصحيحة هتكون على تمام يبقى عندي نهوة ويتش نخلي بالنا ان كلمة ويتش بتعود على الاسم المفرد او الجامع الجيل العاقل وممكن تعود على جملة او جزء من الجملة يعني مش فقط على النوع يبقى عندي نهوة على بعضية عشان كان قلت معايا ويتش السؤال التالي سؤال التالي سؤال التالي يبقى ناخد هنا في اعداد المستقبل هنا A going to study B study C are studying D studying كيف لما يكون في عندي اعداد للمستقبل بناخد زمن البريزن كنتينوس سؤال التالي At 10 o'clock tomorrow I space on the train to Aswan A travel B will have traveled C going to travel D will be traveling هي بقى الإجابة الصحيحة تمام هناخد معا الفيوتشير كنتينوس هتبقى will be traveling هكون بسافر يبقى كده نقدر نقول ان في عندنا تلات انواع من المستقبل في نوع بنبدأ المستقبل في اوله زي I will study at 10 o'clock I am going to study at 10 o'clock I am studying at 10 o'clock I study at 10 o'clock لما يكون في سكاجول دي الاربع انواع اللي والفيتشير سيمبل going to present كنتينوس وبريزن سيمبل النوع التاني بيهتم بي المستقبل في أثناء حدوثه between a period of time بين فترة زمنية يعني بقول tomorrow from 5 to 10 I will be studying النوع الأخير اللي كلمنا عنه من شوية اللي هو بيهتم بنهاية الحدث في المستقبل الفترة زمنية حدوثه الفترة زمنية حدوثه I will have studied by turn 30 حدوثه 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 A A was B is going to be C is being D will be being الإجابة الصحيحة تمام يبقى is going to be من ضمن استخدمات going to اللي هي تحت عنوان kinds of future نحن بنستخدمها لما يكون في عندي تنبؤ قائم على دليل يعني لما نيجي نقول مثلا الدليل هنا بيقول it's 35 degrees يبقى ده يعتبر دليل التنبؤ it's going to be very hot today زي بالظبط لما أجأقول there are a lot of clouds أدي دليله فبتنبأ it is going to rain طيب لو الدليل ده مش موجود يعني ما فيش هنا it's 35 degrees يبقى إيه ها هاخد it will be حيبقى المستقبل هنا ضعيف زي بالظبط لما أجأقول there are clouds alt it is going to be it is going to rain طيب ما فيش there are clouds يبقى it will rain على طول يبقى في فرق ما بين التنبؤ اللي بدون دليل والتنبؤ القائم على دليل السؤال التالي did you like the room space a we stayed in b who we stayed in c that we stayed in d where we stayed in الاجابة 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 الصحيحة هتكون تمام يبقى we stayed in في بعض الحالات لما يكون relative pronoun عائد على object يجوز ان احنا نحزف يعني هنا كان اصلها which we stayed in لكن يجوز ان احنا نحزف قلنا which لما يكون عائد على مفعول او object سؤال التالي i couldn't decide space to wear to the wedding party يبقى اخد هنا which be what c that d who يبقى i couldn't decide تمام what to wear ما ارتدي سؤال التالي was nada at the party when you arrived no she space home a went b had gone c was going d had gone يبقى الاجابة الصحيحة بتاعتي هتكون تمام يبقى هيكون هنا had gone سؤال التالي our last lesson space at two clock this afternoon a will finish b are going to finish c finishes d are finishing اجابة الصحيحة هتبقى finishes ليه احنا اتفقنا وقلنا من شوية من kinds of future بنستادم الpresent symbol لما يكون في عندي schedule يعني the film starts at nine and finishes at twelve our lesson finishes at two clock في جدوى المواعيد خاص بمواصلات او ببدء او نهاية شيء زي الفيلم او الليسون يبقى اخذ الpresent symbol على طول سؤال التالي we are always space with each other about money a wondering b telling c opposing d arguing يبقى الإجابة الصحيحة تمام اللي هي إجابة رقم d argot سؤال التالي it's two weeks since we lost space a met b have met c had met d meet بس بسا من الكلمين قلنا قلنا قبل كده على قاعدة sense يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتها تكون a تمام bravo تبقى met saturday space we always play football is always a busy day for me a that b on which c where d what إجابة الصحيحة تمام on which وزي مقلنا قبل كده يجوز وضع البروبوزيشن قبل الريلاتيف برناون ونخلي بلنا إن إحنا بنترجمه في الحالة دي حرفيا بأكد تاني النقطة دي يعني لو حبي يصعبها في الامتحان هيقول لي on which ولا in which هقول له آه عندي سطر دي هنا الأيام بيجي معها on لكن لو قال لي may يبقى في الحالة دي هقول له in which Last night I space my keys I had to call my neighbor to let me in a lose b lost c have lost d am losing الإجابة الصريعة هتكون تمام have lost برغم إنه عندي هنا last night نخلي بأن النقطة دي يعني بيحصل فيها confusion شوية طب أنا last night هنا ممكن أخذ معها lost الفرق بينها ولو مخدت معا have lost أولا التشابه في الاستعمال ما بين الباست سمبل وال present perfect إن الاتنين بيستعملوا something happened انت باست تمام كده يبقى ممكن أقول I watch TV وممكن أقول I have watched TV اللي اتنين دلوا على باست لكن the present perfect something happened in the past and still has an fiction till the present time حدث في الماضي ولكن ما زال لتأثير حتى الوقت الحالي طب لما نبص في الجملة هلأ أن أنا عملكوا هنا underline تحت a had to call my neighbor يبقى في الحالة دي فقد للكيز لتأثير عشان كده قلت a have lost مثال تاني لو أنا قلت مثلا I watched TV last night I have watched TV last night طب الفرق بين الاتنين في الأول لها البص symbol معناها I just passed the time مجرد شاهدت التلفزيون كده وخلاص انتهت العملية لكن لما قل I have watched TV last night يبقى كده I'm giving you information that I got something I learned something from this watching TV I got some information from this يبقى البرزم perfect الحدث بتاعه ما زال لتأثير سؤال التالي before you can fly alone you need to have a pilot's space A mark B degree C qualification D license اجت الصحيحة تمام حيب عندي a pilot's license سؤال التالي A space is a date on time or time before which something must be done قبل ما حاجة تتعمل يبقى بنقول عليه A festival B ceremony C deadline D half time اجابة الصريعة تبقى تمام C اللي هي deadline سؤال التالي there are two pins on the disc but space of them is mine نخلي بانا عندي هنا الverb singular A either B neither ممكن ننتقى either او neither عادي بريتشو امرك C both D all تمام يبقى neither of them is مستر احمد is a much loved and highly spaced teacher A inspected B expected C district D respected اجابة صحيحة هتبقى تمام يبقى respected سؤال التالي this is the book space my favorite character goes to the a which B that C in which D to which اجابة الصحيحة هتبقى in which سؤال التالي how many students in your class live near you about space of them are from my village a any b both c every d half اجابتي تمام يبقى half of them نخلي بالنا ان half بيجي معاها off وطبعا بيجي معا الفرب بتاعها plural اوكي she is going to look for a job as soon as she space in london a arrive b have arrived c will arrive d arrives يبقى الاجابة الصحيحة تمام هتبقى arrives بقى التاني قعدة time conjunction زي ما احنا شايفين g time conjunction اللي هو as soon as الفعل اللي قابليها g future نوع من انواع future اهي يعني مش شرط يبقى future symbol ادي قابلي going to اهو اوكي والفعل التاني اللي بيجي بعدها present symbol ادي arrives اهي او present perfect يعني كان ممكن يجي لي has arrived اوكي السؤال التاني mona is nervous because she space a talk to the class before a never gives b had never given c never used to give d has never given اجابة الصحيحة تمام has never given a talk to the class before سؤال التاني cairo is the city space my best friend live a which b where c who d when اجابة الصحيحة هتكون تمام where نفعل بانا ان where بتستخدم بدون حرف قر okay you should ask your teacher for space on how to prepare for the exam a divide b advised c advise d advise اجابة الصحيحة ask for a advise bravo نخلي بانا ان advise بالc ناول وتنطق advise لكن advise بالs verb وتنطق advise بالz okay سؤال التالي don't be late the bus space at exactly 10 o'clock a leaves b going to leave c has left d left يبقى تمام leaves زي ما احنا قلنا دم يكون في عندي schedule في الفيوتشار بناخد زمن present sample سؤال التالي this is the city space this i stayed when i was young a which b what c where d when اجابة الصحيحة city هنا كان يبقى لنا غير عاقل يبقى لنا خلق معا a where bravo طيب ليه ما خدش which احنا اتفقنا مع بعض which بيكون معاها proposition لكن where بتجيني ما بيجيش معاها proposition السؤال التالي you can help the people and all space around you in different ways a create b creator c creation d creature اجابة الصحيحة تمام هتبقى creatures سؤال التالي she asked me where i had been space i replied i can't tell you a to that b to which c on which d in which يبقى الاجابة to which اللي عليها ok the picture is known space by picasso a that it painted b that it was painted c to have been painted d to have painted اجابة الصحيحة to have been painted سؤال التالي اجيبت is the land space people of different cultures can live peacefully a who b whose c where d which تمام يبقى well لانه ما فيش عندي هنا proposition mister ali space and english person before he met me met my friend jack a didn't meet b hasn't met c won't meet d hadn't meet هي بقى الاجابة الصحيحة تمام هي بقى hadn't met احنا عارفين انه before بيجي بعد بصمبل والفربل بلي بيجي في البصد برفق my friend amal space really well in the test last week a did b made c became d carried ايبقى اقبتي تمام did very well in the test last week so التالي we had to stand on the bus because space seats was taken كالبانا البرب هنا singular all b both c either d every تمام ايبقى every seat was taken سؤال التالي علي said that he would be here at midday and here he is he never space a promise a takes b breaks c makes d keeps ele تغمانا ايخ لفوادو تمام he breaks a promise this book has some useful space on how best to revise a stops b taps c taps d tips اللي بتيجي بمعنى النصائح تمام اللي هي tips رامي isn't here he space to the park a has been b has gone c has been d had gone اجابتي هتكون has gone نخلي برنا في فرق ما بين has been اللي هي زهبة وعد وهاز جن اللي هي زهبة ولم يععد وطبعا في مؤشر هنا اللي هو هي isn't here بكده ابناء وبناتي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم نلتقي بكم ان شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله كان معكم دكتور مصطفى كامل اشتركوا في القناة